وللمزيد حول جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة ألف يوم لتفقد عدد من المشروعات تنضم إلينا سالي سالم مرسلة التلفزيون المصرية تفضل سالي تحياتي لكم مشاهدين الكرام من محافظة ألف يوم نتابع منذ الصباح الباكر جولة دولة رئيس الوزراء وتفقده لعدد من المشروعات بهذه المحافظة بصحبة عدد من وزراء الحكومة هذه الجولة التي بدأت منذ الصباح الباكر بتفقد ميدان عبد المنعم رياض والجزيرة الوسطى داخل هذا الميدان ورفع كفاءة الطرق والإنارة في هذه الجزيرة والمدخل الرئيسي أيضا للمحافظة باعتباره يجمع بين البعدين الحضري والبيئي انتقل دولة رئيس الوزراء أيضا إلى تفقد منطقة السواقي هذه المنطقة التي تعد من أهم المقاصد والمعالم السياحية داخل هذه المحافظة ووجه دولة رئيس الوزراء وذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب هذه الجولة أنه تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءة قصر السقافة المجاور لهذه المنطقة ورفع كفاءة الأنشطة داخل هذا القصر أيضا انتقل دولة رئيس الوزراء إلى تفقد الإسكان البديل وهو المشروع الخاص بتطوير العمراني لعواصم المحافظات وهو في إطار المشروع الذي قام دولة الرئيس بالتوجيه بإنشاؤه في إطار إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات تم تفقد منطقة عمارات الخواتم أو الحواتم تحديدا هذه العمارات هي ما يتعلق بإنشاء 1100 وحدة سكنية وذلك على مساحة 11.5 فدان في هذه المنطقة وتم الانتهاء من الإنشاءات وما يتعلق بالمساحات الخضراء ومنطقة الخدمات داخل هذا الإسكان والذي يتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل أيضا دولة رئيس الوزراء بصحبة وزراء الحكومة إلى تفقد مشروعات حياة كريمة داخل هذه المحافظة وذلك تحديدا بقرية قلهانة بمركز إطسا وأيضا التابع أيضا ومركز يوسف الصديق هذه المراكز هي التابعة لهذه المبادرة ضمن المرحلة الأولى تفقد المركز التكنولوجي ووحدة طب الأسرة والمدارس التي يتم إنشاءها وأيضا رفع كفاءة البنية التحتية وإدخال المياه والكهرباء لهذه الكرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة انتقل دولة رئيس الوزراء إلى تفقد محطة العزب الجديدة وتحدث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عماية يحدث داخل هذه المحافظة من انقطاع المياه في بعض الأحيان وبالتالي كانت هذه المحافظة تحتاج إلى مشروع محطة العزب الجديدة بمرحلتها الثالثة والتي ستساهم في رفع منسوب وحصص المياه لهذه المحافظة انتقل دولة رئيس الوزراء إلى أيضا عدد من المشروعات التي تم تفقدها داخل هذه المحافظة ومنها هذه البحيرة التي نقف بصددها الآن وهي بحيرة قارون وتحدث رئيس الوزراء عن ما كان يحدث على مدار سنوات لهذه البحيرات وزيادة نسب الفساد والتسريبات التي تحدث من المصانع وأيضا مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي داخل هذه المحافظة وهذه البحيرة تحديدا وبعض الإجراءات التي تمت في الفترة الأخيرة من قبل وزارة البيئة وأيضا وزارة الري لتقليل هذه الأثار السلبية التي تحدث للبحيرات وأيضا مشروع إنشاء مصنع كبير لتقليل ملوحة البحيرة وبناء على هذه الإجراءات زاد المنسوب الخاص بهذه البحيرة وارتفع إلى المنسوب الطبيعي وأيضا تم وقف ما يتعلق بالصرف الصناعي لستة مصانع ويتبقى سبعة مصانع من المفترض أن ينتهي تماما الصرف الصناعي الخاص به أيضا قبل التوجه إلى هذه المنطقة تفقد دولة رئيس الوزراء المجمع الصناعي الخاص بهذه المحافظة وهو بالفيوم الجديدة في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة تقليل فطورة الاستيراد وهذا المجمع تحديدا يحتوي على ما يزيد عن 500 ورشة لتشغيل الشباب ولدعم الاستثمار داخل هذه المحافظة هذا هو أبرز ما يتعلق بجولة دولة رئيس الوزراء داخل هذه المحافظة بأول جولاته في الصعيد لمتابعة المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة الكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو